تعالوا بقى نروح لتفاصيل زيارة الجهاز الفني للنادي الأهلي المستشفى 57-57 كابتن خالب بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي ومستر مارسل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الكرة القدم حرصوا مبارح على زيارة مستشفى 57-57 لعلاج سرطان الأطفال في إطار التعاون المستمر بين الأهلي والمستشفى وفي دور المجتمعي للنادي الأهلي حرصت إدارة المستشفى على ترتيب استقبال حافل بالورود لبيبو ومستر مارسل كولر شارك فيه الأطفال كمان كما تم عرض فيلم قصير عن بطلاط الأهل الأخيرة ثم قام السنائي بجولة في الأقسام المختلفة والتقى بعددا من أطفال المرضى يعني وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم وطبعا خدوا مباراة كده لذيذة مع الأطفال في جنينة أو حديقة المستشفى كمان قالت دكتور شريف أبو النجا المدير المستشفى قام باستقبال مستر مارسل كولر وكابتن خالد بيبو يعني مبديا عن سعاته الكبيرة وتقديره الشديد لزيارتهم والزيارة دي طبعا تعكس العلاقات الوطيدة بين الأهل ومستشفى 57-53 من جانب تاني بقى مستر مارسل كولر قال كلام مهم جدا قال سعاتي بقى لغة بالزيارة مستشفى 57-53 مؤكد أنه كان يخطط لهذه الزيارة منذ فترة طويلة جدا وأنه لمس مدى شعبية الأهل الكبيرة بين الأطفال على وجه الخصوص وأوضح أنه يشعر بالفخر الشديد لارتباط عدد كبير من الأطفال داخل المستشفى بالنادي الأهلي وتشجيعهم للنادي الأهلي وما تركته انتصارات الأهلي وبطولات الفريق فيه من تأثير إيجابي على معنوياتهم لافتا أن هذا الأمر يمنحه دوافع كبيرة نحو المزيد من النجاحات لإسعاد الجميع وعشار كولر إلى أن المستشفى تعد صرح طبيا عملاقا ويعمل بمعايير عالمية ويستحق من الجميع الدعم بكافة أشكاله مبدئا إعجابه الشديد بوجود أقسام للعلاج بالرسم والموسيقى وغيرها من الوسائل المستحدثة وأضاف ليس غريبا أن يعتمد المستشفى على تبرعات الشعب المصري العظيم والذي سبق له أن قام بتشهيد الأهرامات قبل ألاف السنوات دون وجود معدات حديثة هذا الأمر ملهم للغاية وأتمنى من الجميع المساهمة في رفع المعاناة عن الأطفال سواء بشكل معنوي أو مادي واجه المدير الفني لفريق رسالة إلى الأطفال مؤكدا أنهم محاربون من الطراز الرفيع ويستحقون الإشادة وأن قصص كفاحهم ضد المرض ملهمة للجميع طبعا دور الأهل المجتمعي مهم جدا وجود دور الأهل في المجتمع بأشكال مختلفة شفنا قبل كده مع مستشفيات تانية زي باهية مثلا وزي 57-57 وهو حاجات تانية كتير جدا الدور المجتمع للنادي الأهلي مهم جدا النادي الأهلي موجود في كل حدث في مصر بشكل مختلف يمكن الأطفال دي أو محاربي السرطان محتاجين الدعم في كل أشكاله يعني أن تدخل عليهم الفرحة أو تدخل عليهم السرور بزيارة بفوز بفطولة ده شيء مهم جدا خصوصا أن دولة يعني في سن صغير كمان على المرض وعلى المعاناة اللي هم فيها فبالتالي دعمهم شيء لابد منه ودايما النادي الأهلي فاكرهم ودايما النادي الأهلي سواء بشكل مباشر أو بغير مباشر متواجد في دعم سبعة وخمسين تلاتة سبعة وخمسين يمكن زارة كابتن خالب بيبو ومستر مرسل كولر دي هتبقى معنويا مهمة ليهم ومعنويا ممكن تدخل السعادة على بعض من الأطفال لكن شيء مهم أكتر من ده أن دايما النادي الأهلي داعم لمستشفى سبعة وخمسين بأشكال مختلفة وده الدعم المادي والدعم المعنوي للمسئولية المجتمعية للنادي الأهلي اشتركوا في القناة